الفكرة أن وجود السيولة خارج النظام المصرفي هي بتساعد على التضخم لأنها بتزيد من الطلب على السلع وبالتالي بيحدث ارتفاع في الأسعار وبالتالي زيادة معدل التضخم في الفترة الحالية وبعد هذا القرار عندما بتعود السيولة الخارجية إلى الوعاء المصرفي مرة أخرى ده بيساهم أن الناس بتبدأ بتوظف هذه المدخرات داخل الوعاء المصرفي سواء من شراء شهادات أو أوعية إدخارية وده في حد ذاته بيحد من السيولة الخارجية وبالتالي لحد من ارتفاع الأسعار وزيادة معدلات التضخم إحنا أصلا عندنا أزمة سيولة؟ يعني الكلام ده بيتقال كتير عندنا أزمة سيولة عندنا أزمة سيولة إحنا قدر نقول أن عندنا أزمة سيولة؟ القرار الأخير هو بإلغاء الحد على الإداء ورفع الحد الأقصى للسحب بيعتبر هو الرد المباشر على مثل هذه الشائعات لأنه قرار بيعكس قوة النظام المصرفي وتوافر السيولة النجدية لديه بصورة دائمة طبعا تظهر في الفترة الأخيرة العديد من الشائعات كما أشارت حضرتك وهي بتعتبر من أبرز أنواع حروب الجيل الخامس